يسابق العديد من سكان المناطق المتواجدة على الشريط الساحلي سكيكدي التي لا تتوفر على مرافق إيواء يسابقون الزمن لتهيئة منازلهم نيكي رأيها للمصطفين كما جرت العادة كل صيف العينة منطقة خنقميون طبيعة الحالة منطقة هذه كما تعرفوا هي منطقة عضرة منطقة سياحية منطقة خلابة يعني الزوار يعني يجيون بكترة خاصة في السنين هذه الأخيرة بطبيعة الحالة يقصدوها على شوالا البحر وكما عنا هنا ويديان وعنا غابات وعنا مناطق سياحية كما تعرفوا هنا المناطق يعني خالية مع الناشة يعني كما يقولوا مرافق لتستوعب السواحة وبالتالي احنا اضطرينا باش بالإمكانية امتاعنا باش الأقل للعائلات ما تبقاش يعني كي تجي على الأقل يعني نساعدوهم يعني بمبالغ تقدر القوى الرمزية يعني احنا ونحضروا يعني باش نستقبلوا العائلات هذه المناطق التي تميزها الامكانيات الطبيعية المتناسقة من شبال وويديان وشواطئ بحر جعلتها قبلة للزوار من كل ربوع الوطني وحتى خارجه يعني يبنى الثاني يلقى كل منطقة عذراء عنا يعني ينبعتها المياه عنا هنا كما نقولون العائلة تتنقل يعني بين الغابات في الويديان وبالتالي يعني عادوا الناس عادوا يعني كما يقولوا يحكموا الاماكين تعمي يعني مسبقا مسبقا وإحنا إن شاء الله يعني في الحدود كما تشوفوا الإمكانيات تانا وكذا يعني نتمنى إن شاء الله باش احنا حسب يعني الدول يعني المرافق كما تطرقوا كلها نتمنى إن شاء الله باش زيد تعاون يعني باش على الأقل نزيدوا كما احنا درنا دراسة تقدر تقول مخيم عائلي إذن هو واقع فرضه غياب مرافق الإيواء الذي يرى البعض أن توفرها سيفقد هذه المناطق أسرار جذبها فيما يرى البعض الآخر أن الأمر يتطلب دراسة معمغة